موسيقى أهلا بكم مشاهدينا إلى الاقتصادية المفصلة من الميادين إلى العنوين تمنى من الحكومة الزديدة شكلت أنه يعالجونا أمور الغلاة بهالأسوأ تحديات اقتصادية واجتماعية داهمة توجه الحكومة السورية الجديدة بهدف تمويل عز الموازنة الكويت تخطط الإزار سندات بقيمة عشرة مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي وفي النشرة أيضا بعد تراجع المدخيل الأجنبية وتقلص الاحتياطيات النقدية الحكومة اللبنانية تعقد جلسة مالية في ظل تفاهمات نفطية أهلا بكم أطلق تغيير الفريق الاقتصادي في الحكومة السورية الجديدة آمالا بين السوريين بأثار إيجابية على ضبط الأسواق والحد من موجة الغلاء ورفع الأسعار دون مبرر فيما يرى المراقبون أن مجال التحرك أو التغيير بسيط في ظل أثار الحرب والعقوبات الدولية على السوريين محمد الخضر من دمشق ترقب بين السوريين لأداء حكومي ينعكس على تفاصيل معيشتهم اليومية الحكومة الجديدة التي شكل تغيير الفريق الاقتصادي أبرز عنوينها في الاقتصاد والتجارة الخارجية وحماية المستهلك والمالية والنفط تواجه تحديا في ضبط الأسعار وتحسين القدرة الشرائية نحن نتمنى من الحكومة الجديدة التي شكلت أن يعالجونا أمور الغلاء بهالأسواق وأمور الغلاء الأسعار الركوب السيارات نحن بأزمة صحيح بس نتمنى أن يتحسن الوضع شوي عن الأول يعني واحد ما عاد يقدر عيش والبيوت أجار نار بيوت كل مال عم ندفع 48 ألف أجرة بيت بجرمانة محرام صلنا أربع سنين ونصف مهجرين لكن مواجهة الغلاء لا ترتبط بإجراءات داخلية فقط فتدهور سعر صرف الليرة خلال سنوات الحرب وخروج قطاعات انتاجية كبيرة من الدورة الاقتصادية الثرى بعمق على قدرة السوريين الشرائية ويتحدث مراقبون عن إجراءات محدودة لضبط الأسعار هناك بعض القضايا لا علاقة للوزير أو لغيره يعني العقوبات الاقتصادية التي تمر بها سوريا هي إشكارية وهي قضايا دولية تفرضها الدوائر الاستعمارية لكن ما نطلبه الآن من الوزراء المعنيين وخاصة الاقتصاد والتجارة الداخلية والمالية أن يفكروا بإعادة هيكلة الصناعة من جديد وإعادة البناء الحقيقي والبنية التحتية لكل المصانع وبتدخل دولي يعني من الدولة السورية بشكل مباشر خطوات دعم واردات الخزينة وتعزيز المداخيل لا تزال خجولة وتتعلق بفتح أسواق تصدير باتجاه العراق والجزائر وروسي الاتحادية وإيران فيما تنتظر خطوات أخرى إقلاع قطاعات إنتاجية كبيرة الإجراءات الحكومية الأخيرة ضبطت سعر صرف الدولر تحت سقف 500 ليرة لكن ضبط أسعار السلع لا يزال بحاجة إلى جهود أكبر تنعكس على الشرائع الفقيرة في المجتمع السوري محمد الخضر دمشق الميادين ومتبعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور علاء أصفري دكتور علاء يعني الحكومة الجديدة كانت فيها تغييرات كثيرة في عدد من الوزرات ولسيما الوزرات التي تعنى بالشأن الاقتصادي وبحاكمية المصرف المركزي برأيك هذا التغيير هل سيساهم بتفعيل الحركة الانتجية والاقتصادية السورية في ظلمة تعاني منه البلاد من هجمة إرهابية وحرب مستمرة منذ سنوات أسعد الله أوقاتك إلى كل السادي المشاهدين نتوقع نحن الشعب السوري أن يكون هناك إجراءات اقتصادية حقيقية في ظل حكومة بنيت عليها الآن آمال كبيرة لاحظ حضرتك كما تذكر بتقريركم الكريم أنه تغيير كامل كان للفريق الاقتصادي في الحكومة السابقة نتيجة سياسات مرتجلة سياسات غير دقيقة كان في تقييم أداء يعتبر إلى حد ما سيء وانفعالي وغير منضبط مما أدى سلبا على الليرة السورية وعلى الاقتصاد السوري رغم أن هناك مزيد من الانتصارات العسكرية على الأرض السورية الناس في سوريا الشعب في سوريا يتمنون من الحكومة الجديدة أن يكون هناك استراتيجية حقيقية اقتصادية لبناء ما يمكن بنائه لدعم هذا الصمود تعرف حضرتك الحرب صلى حوالي الخمس سنوات وهذه الحرب لا تبقي ولا تذير والحرب الاقتصادية المفروضة علينا عالميا هي قاسية وظالمة بكل المقاييس التغيير الآن يجب أن يكون حقيقي استراتيجي إلو علاقة ببعد دولي وإلو علاقة ببعد محلي البعد المحلي سيدي الكريم يجب أن يبدأ أولا بوضع استراتيجية حقيقية سواء للاقتصاد السوري أن تدور عجلة الانتاج السوري بعيدا عن عقلية الجباية التي كانت تمارسها الحكومة السابقة عندما تقل الدخل في الموازن العامة في سوريا يجب أن نفكر كيف تقلع الانتاج الاقتصادي من جديد إما عندما نفرض مجموعة أخرى من الضرائب أو رفع الدعم عن بعض السلع أو إلى آخره هذه حلول إسعافية سلبية تنعكس على صمود هذا المواطن كلنا منعرف تقاريركم تعرف وكلنا منعرف أنه الآن ما في توازن بين المصروف بالنسبة للعائلة وبين الدخل الموجود بالليرة السورية نعم دكتور أصفري تحدثت عن الصمود وضرورة أن تقوم الحكومة بوضع استراتيجية معينة من ضمن أساسيات الصمود هي دعم الصادرات ولسيما الزراعية والصناعية منها نحن نعرف أنه قبل أسابيع لبنان أقفل صادراته أو أقفل حدوده أمام الصادرات السورية الزراعية برأيك هل الحكومة السورية قادرة اليوم على إيجاد أسواق بديلة عن السوق اللبناني ولسيما بالنسبة للزراعة؟ طبعا قادرة حتى لو أوقفت الحدود اللبنانية والسوق اللبنانية لا تشكل كل هذه العسرة حقيقة أمام الاقتصاد السوري إنما اليوم هناك أسواق أخرى هناك العراق، هناك إيران، هناك دول روسيا روسيا والدول المجاورة لها الداخلة في فلكها نعتمد نحن ونتمنى أن يكون هناك فريق اقتصادي حقيقي يوازي هذا الموضوع طبعا مو بس بالتصدير سيدي الكريم أيضا بالاستيراد يعني عندما يكون هناك عجلة استيرادية حقيقية ممكن أيضا يساهم في انتعاش الاقتصاد المحلي عكس كثير من النظريات التي تقول بأننا يجب أن نقف الاستيراد بشكل غير مشروط منعا لتهرب أو للهروب الدولار الخبير الاقتصادي الدكتور علاء أسفري كنت معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق شكرا جزيلا لك بقيت أسعار النفط الخام عند أدنى مستوى لها منذ شهرين فيما فقد متعاملون ماليون الثقة في الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط في الأوينة الأخيرة محولين مراكزهم في المراهنة إلى توقعات بتراجع الأسعار وبلغ سعر تعاقدات خام برينت 46 دولارا و13 سنة للبرميل متراجعا 12 سنة عن سعر إغلاقه السابق وقرب أدنى مستوى له وصل إليه منذ شهرين حيث هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 13 سنة إلى 44 دولارا و63 سنة أعلن وكيل وزارة المالية الكويتية خليف حمادة أن بلاده تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية داخل البلاد بهدف تمويل جزء من عز الموازنة حمادة قال أن بلاده قد تطرح أيضا سندات بقيمة 10 مليارات دولار في السوق العالمي وذلك قبل نهاية العام الحالي لتمويل جزء من عز الموازنة رأى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن بلاده تأمل أن لا يسبب طباط النمو العالمي هبوطا في الطلب على النفط وأن أسعار الخام القريبة من 50 دولارا للبرميل منخفضة جدا وقال الفالح لصحيفة هندلس بلات الألمانية الاقتصادية أن عوامل العرض والطلب هي المحدد الرئيسي لسعر النفط لكن جذب الاستثمارات وتطويرها في قطاع النفط يستلزمان أسعارا ما بين 50 و 100 دولار للبرميل كشفت وكالة موديز للتصريف الاعتمانية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون له أي أثر اعتماني على دول منطقة مجلس التعاون الخليجي استبعدت أيضا أن تتباطأ الاستثمارات البريطانية في الخليج الوكالة أشارت إلى أنه من المستبعد أن تؤدي الخسارة في قيمة بعض الاستثمارات الخليجية القائمة في بريطانيا إلى إضعاف صاف الأصول الحكومية الخليجية حذرت موديز من أن تقليص العمليات في القطاع المصرفي يمثل مخاطر متوسطة وأن الإمارات وقطر ستكونان معرضتين للمخاطر إذا قلست البنوك البريطانية عملياتها في المنطقة في لبنان خصص مجلس الوزراء جلسة لبحث الملف المالي بطلب من الوزير المالية علي حسن خليل الذي قدم عرضا موسعا لحالة الموازنة العامة وسبل تعزيز مداخلها وتنشيط الاقتصاد الوطني حسن يوسف قد لا يكون الوضع المالي اللبناني مأساويا إلا أنه يمر في مرحلة دقيقة بهذه العبارة عقب وزير الصناعة حسن الحاش حسن على جلسة مجلس الوزراء التي خصصت للمرة الأولى منذ سنوات لبحث المالية العامة بطلب من وزير الوصاية علي حسن خليل وإن كانت الأحداث الكبرى غائبة عن الاقتصاد اللبناني إلا أن مجموعة من المتغيرات باتت تثير القلق كما يؤكد خبراء يعود ذلك إلى سببين رئيسيين أولا زيادة التأزم وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بالفترة الأخيرة وتين شيء تراجع ناصر قوة الاقتصاد اللبناني أو حصانة الاقتصاد اللبناني وبالإضافة إلى التعثر السياسي في لبنان وغياب أي تسوية في الأفق القريب يبدو أن الأحداث المحيطة بلبنان وتراجع مدخيل الدول النفطية لسيما الخليجية منها عززت المخاوف الاقتصادية وألقت بثقلها على الحالة الاجتماعية أولا فيما يتعلق بتحولية اللبنانيين اللي تراجع بشكل كبير جدا تراجع في عام 2015 من 7.2 مليار نص إلى 7.2 مليار ونتوقع في عام 2016 استمرار التراجع ثانيا نمو الكتاع المصرفي الذي كان يقارب 5% هو مستمر بالتراجع إلى ما يعد يستطيع الكتاع المصرفي في المرحلة مقبلة تمويل الكتاعين العام والخاص ثانية نقطة احتياطات مصرف لبنان بالأشهر الستة الأخيرة خاصة تكتب من مليارين دولار والتراجع مصرف لبنان إلى هندسات مالية أي زيادة الاحتياط عدد من الوزراء استبعد أي دوافع نفطية وراء عقد الجلسة المالية للحكومة اللبنانية إلا أن معنيين بالملف أكدوا أن لا مفر من إقرار القوانين النفطية لتجاوز الأزمة المالية وهو ما يتطلب تفاهمات بين الأقطاب السياسيين بدأ العمل عليها قبل أيام حين اتفق رئيس مجلس النواب نبيه بر مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح مشال عون على تنشيط العمل التشرعي وإقرار القوانين النفطية تمهيداً لاستدراج مستثمرين للتنقيب عن ثروة النفط والغاز واستخراجها من البحر اللبناني قبل استنزافها من قبل الشركات الإسرائيلية نهاية النشرة إلى اللقاء